دان الفلسطينيون والأمم المتحدة قرار حكومة الاحتلال بناء مستوطنة جديدة في منطقة مستوطنة شيلو على أراضي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة في قرار هو الأول من نوعه منذ أكثر من عشرين عاما كما صادرت حكومة الاحتلال تسعمائة وسبعة وسبعين دنما من أراضي قرى الساوية واللبن وقريوت وسنجل جنوب محافظة نابلس هو تحدي صارخ في وجه كل القوانين والقرارات وانتهاك واضح لحقوق الفلسطينيين والشرعية الدولية المؤيدة وبقوة بإقامة حدود الدولة الفلسطينية على أراضيها المحتلة فعلى الرغم من الانتقادات ودعوة البيت الأبيض لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التسرع في قرارات عمليات التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي المحتلة عام 67 برز قرار احتلالي من قبل حكومة نيتنياهو ببناء مستوطنة جديدة على حدود مستوطنة شيلو المقامة على أراضي جنوب مدينة نابلس وهذه المستوطنة تعد الأولى على أراضي الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عشرين عام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية شدد على أن إعلان حكومة نيتنياهو إقامة مستوطنة جديدة والاستيلاء على 977 دنما من أراضي المواطنين في محافظة نابلس تهدف إلى تثبيت صورة الاحتلال البغيضة القائمة على القوى منذ نصف قرن وهذه الخطوة تعكس إصرار الاحتلال على تقويد وعرقلة مبادرة مفاوضات السلام المبنية على مبدأ حل الدولتين الأمم المتحدة بدورها أدانت جميع الأعمال التي وصفتها بأحادية الجانب من قبل حكومة تل أبيب والتي أشارت إلى أنها بعيدة كل البعد عن مساعي إحلال السلام إدانات دولية مستمرة وقرار مجلس الأمن رقم 2334 القاضي بوقف الاستيطان ومبادرات سلام تقف مجتمعة في مهب ريح العصف الاستيطاني من قبل حكومة الاحتلال التي ما تزال تضرب بعرض الحائط جميع المساعر الرامية لإحلال السلام فيما يبقى الفلسطينيون على أمل اللقاء بيوم تحرير أرضهم المحتلة من قبضة الاحتلال الهمجية اشتركوا في القناة